لما تكلمنا عن الحلقة أنت رح تتكلم عن الأخلاق المسيحية فمهم جدا تعطينا الأهداف يعني إيه الأهداف الحلقة اللي أنت عاوز توصلنا في هذا الموضوع أول حاجة يا خنزار أنا بصلي أن الرب يحفظنا من التعليم الكاذبة ويحفظ الكنيسة ومؤمنين من تأثير المجتمعات اللي حوالينا فنتعلم التعليم الكتابية الأساسية اللي بتنعكس في سلوكية الحاجة الثانية أنه أسمح لعمل الروح القدس في جوايا يبكتني على أي سلوكيات لا تتفق مع كلمة الله بل بالعكس أن أنا أعيش حسب هذا لأنه مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل هو ده اللي أنا عايز أعيشه وأعيش هذا يعني أنا مش أعرف كلمة الله أو أكون درسها فقط لكن أني أطبقها في حياتي وأعيش بها وعلشان أعيش بها أبقى مثمر وبقالي تأثير حولي لابد أن أبقى متصل بالشخص الرب يسوع زي ما قال أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأخصان كل غص لو ثبت فيه يثمر ويدوم الثمر هو دي اللي بصلي إنه نوصل للنهار آمين طبعا من كولتشر لكولتشر فيه اختلافات لما في الشرق الأوسط منسمع كلمة الأخلاق المسيحية الأخلاق المسيحية على طول مقارنة بأخلاقيات أخرى فإيه المعنى؟ معنى الأخلاق المسيحية أو الأخلاق المسيحية؟ الأخلاق المسيحية هي التي ترتكز على مبادئ كلمة الله اللي علمها لنا الرب يسوع هي المبادئ المكتوبة في العهدين القديم والجديد عشان كده على فكرة كلمة أخلاق المسيحية ده مش نتاج العهد الجديد فقط لكنها ممتدة من العهد القديم إلى العهد الجديد وهنا أتكلم عنده هو بأكثر تفصيل وأنه أنا عندي مسئولية أن أنا ما أجلتش بسرعة زي أهل العالم الكتاب يقول إيه؟ لا تشاكلوا أهل هذا الظهر يعني لا نتشكل بشاكلتهم بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ألهانكم لتعرفوا ما هي إرادة الله صالحة والمرضية والكامل فهنا أنا محتاج إلى تغيير نمط الفكر بتاعي ليتطابق مع فكر كلمة الله هذه الأخلاقية المسيحية وحينما ينطبق الفكر مع فكر كلمة الله أنا بعيش هذا الفكر مش بس شعارات أنا بحفظها أو برددها أو بشاركها لازم أعيشها وأعلنها عملياً في حياتي موسيقى موسيقى